طيب على ذكر بقى الشرف ومشرفيننا تعالوا لوح بردو الواحد من اهم الناس اللي مشرفانا الحقيقة ومصيطنا انجاز التعبير على الصعيد الدولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى نجمنا محمد صلاح اللي بيواصل صناعة التاريخ سجل الهدف رقم 2000 لفريقه ليفر بول في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الانجليزي لكرة القدم احرز محمد صلاح الهدف من ضربة جزاء في ديئة 61 من مباراة ليفر بول امام برايتن ليقود ليفر بول في نهاية المطاف الى الفوز من نتيجة 2-0 وبكده يكون محمد صلاح رفع رصيده الى 20 هدف في صدارة قائمة هدفي الدوري الانجليزي لهذا الموسم واصبح ليفر بول هو تاني فريق يصل لحاجز الالفين هدف في تاريخ الدوري الانجليزي بعد منشستر يونيتد اللي احرز حتى الان 2173 هدف فيما يمكن لارسنل انه يلحق به قريبا حيث احرز الفريق حتى هذه اللحظة 1997 هدف طبعا حاجة محترمة جدا ومزيد يا رب من النجاحات لمحمد صلاح